اشتركوا في القناة في الجزء منه في الامتحان فاحلا بنستكمل بقى طبعا كتاب وطبعا نبدأ بكلمات المشهد الاول وبعد كده هقرالكم الاحداث بتفاصيلها وبعد كده السامري اللي عمله الايه الكتاب في الجزء له يعني عندنا كلمات المشهد اول كلمة اسمها سباي دي جسوس او يتجسس ودي طبعا لما تأتي كناون سباي جسوس لما تأتي فيرب تأخذ حرف الجر قولك سباي اون يتجسس على تريتر اللي هو الخائن مادنس الجنون جاي من الصفة ليه ماد كاريج العربية اللي جرها الخيل بقى انا بني انا كينجرير دي سيف يخدع انت الربط يقاطع اصنع الكلام سورد اللي هو السيف انا اجيب لكم السيف اللي عبا بمثل بيه وبس عزروا انا كنت عايزها لبس بقى المالك والحور زي ما عملت في سنتر فلا بسلوكوا باد لو بتاعنا كنت بمثل شخصية سنة تالتة اللي هو بيب بطل القصة بتاع سورد سيف بروف يعني يزبط او يبرهن وفي عندنا كلمة اسمها بروف دي دليل او برهان لاحظ الفرق من الكلمات قدمت يعترف تريزان اللي هي الخيانة انمي عدو نيل يرقع ما خلي حد يرقع الارض كده ولك نيل تنزل تحت على روكبك كده بتريخون سيرفانت خادم خادم جلتي مزنب الرست يقبض على عندك كرول يعني قاسي قارمي جيش هاستي متهور او متسرع نايف ليسازج او عبيط يعني عندك جيت ريد اوف الكلمة دي مهمة جدا وابتأتي في الترانسليشن كتير جيت ريد اوف يتخلص من تيك ريفنج فور ينتقم لحد ستاند فور يمثل او يدافع عن تيكاوي يبعد اثورتي هي السلطة ماقولك مش صالة هاي سلطة الدولة سلطة القانون اثورتي لويالتي الاخلاص والولاء كيور علاج او يعالج وند جرح او يجرح هم يليت يهين او يخزي عندك انجراتيتيود الجحود او النكران الجميل عندك كلمة جراتيتيود اللي هو ها زي ما قلنا العرفان بالجميل لكن انجراتيتيود اللي هو نكران الجميل يا ولدي تعال بقى ناخذ المشهد بالتفصيل انجلوسيستر كاسل في قلعة جلوسيستر جورنول انترز ويز ايدمند وطبعا بفكرك ايدمند هذا الجاحد لوالده اللي عمل على والده تمثيلية عشان يخدع كل من من بفكركه ايدجار وفكركه ويز ايدمند جلوسيستر فطبعا جورنول جورنول سأسمع ايدمند اسمع ايدمند ايلا هاو بفكركه انا هنطقم قبل ما سيب بيت جلوسيستر ايدمند انا سأسفة جورنول because the truth is so sad شوف الود بيمثل إزاي عشان ياخد مكان ياخد مكان والده وبيمثل على خداع والده وبيقول له شوف الحقيقة حزينة جدا this is the letter that my father told me about ده الخطاب ده الخطاب اللي والدي اللي عليه شوف بيفتر على والده كاذبا عشان ياخد مكان it proves that he's a spy ده يبين ان والدي جسوس and that he's writing to the king وبيخابر المالك وبيكتب للمالك وبيخونك بيخونك يا جونرال وبيخاتب المالك بتاع فرنسا I wish he weren't guilty ياريت والدي ما كانش مزنب it's very difficult for me to discover this terrible truth هذا أمر صعب علي أن أكتشف هذه الحقيقة الفضيعة جارنو بيقول له we will go and see Regan هنروح ونشوف Regan Edmund بيقول له if the letter is true لو الجواب ده صح you have work to do to stop him انت عندك شغل تعمله عشان توقفه من خيانته شوف بيكتهم والده بالخيانة عشان ياخد مكانه if the letter is true you have work to do to stop him قال له if it's true or false سواء هو حقيقي أو مش صح it has made you خلاصا اعتمدت خلاص the next duke of Gloucester انت أصبحت duke خلاص بدل والدك خسه ندالة عيلم عفن find your father and then we can arrest him شوف لابوك فينه وبعد كده نقبض عليه إدمند to himself شوف بيكلم نفسه بيقولي بقى إدمند if I find him helping is a king لو لقيت والدي هو بيساعد الملك تبقى عظمة كده يبقى محبوك صح جورنال will think he is even more guilty هيحس ان مزنب أكتر كمان بيقولها لنفسه لو لقيت ولقيته ولقيته في اللحظة دي وأنا رايح أقبض عليه أو أبلغ عنه أو أوري له وهو بيساعد ملك الملك تبقى لحظة عظمة تثبت أني والدي مزنب وأنا المعفد أنا أخذ مكان والدي فبيقول لجورنال إيه بقى I will continue to show you my loyalty أنا مستمر في إظهار my loyalty to you اللي هي ولائي وإخلاصي لك هتعمل يعني although it hurts me to do this رغم أن ده أمر هيديقني ما هو لا أقوله يعني قصوته على والده وأنه بيفتر على والده فبقول لي يعني ده معناه أنه هعمل ده البابا to do this to my father كده أنا هاجي على بابا بس بابا خاين فلازم أن أنا أثبت ولائي لك يا جورنال I trust you وده الكلام اشتغل وبيقول لأنا واصل فيك يا إدمند and you will find me to be a better father than he is وهتلاقيني أب ليك أحسن من والدك اللي انت بلغتن عنه ده شوف they exist كله مشي جولو سيستر enters بيخش جولو سيستر بقى جولو سيستر داخل بيكلم كينت كنتوا عارفين كينت طبعا إنه هو من أهم الناس اللي عنده وفاق للمالك اللي تنكره كده عشان يبقى جنب المالك my friend where is the king أين المالك كينت قاله he is here أهو but he but be quiet اهدأ he is sleeping نايم وإحنا قلنا كلمة quiet دي معنى هالإيجو ومعنى هادئ فبيقول له نايم المالك قلو سيستر بيقول good friend I have here there is a plan to get rid of him قلو سيستر بيقول له حبيبي أنا كان عندي علم إنه هو في خطة للخلاص منه there is a courage waiting for you في عربية مستنياكم برة help is a king into it and drive to the other ساعد المالك إنه يركب وخده بقى لو رو على مدينة دفر where you will find the people to help you وهتلاقي الناس هناك تساعدك go now if you wait لو أنتم انتظرتم have an hour you may both be killed يالله أنت والملك لأني لو عدتوا انتوا اثنين خلال ساعة ولا حاجة هتكونوا تقتلتم go now if you wait have an hour نص ساعة من الساعة كمان you may be both كلاكمها يقتل follow me يالله رايا كنت بيكلم لير بيقول للملك you are sleeping now انت نايم أيها الملك this rest might help you الراحة دي ممكن تساعدك although it will be difficult to cure your madness نام يا أيها الملك قد تساعدك هذه الراحة على الهدوء وأن انت تهدى شوية لكن هذا لن يشفيك من جنونك جنونك وإحساسك بالخزي والعار من بناتك general origin اللي خدعوك وخدوا حكمك دا مش هيئيه مش هيداوي جنونك أيها الملك فنم أيها الملك نام واستريح لكن هذا لن يشفيك من جنانك وغضبك توزفول وبيوجه كلامه لشخصية الفول قلت لك اللي هو الشخص اللي بيبقى موجود كده للتسلية الملك اللي هو ما غادرش الملك برضو وكان من الناس اللي أوفيها ساعدني يا ابن نشيل الملك هاري أب قول السلسة بلهم بسرعة لازمة نمشي دلوقتي كله بيمشي يفضل إدجار لوحده إدجار بيقول طبعا حضرتك المفروض تفتكر إدجار اللي دا إدمند افتر عليه وعمل فيلم بتاع والجوابه بتاع وخلى والده يشك فيه وانه يرى خاين وهو مش خاين فإدجار بيقول أيها الملك المسكين ضبور هنا ليست معناها فقير ضبور هنا معناها مسكين يا ابن نشي ولاد عملوا معايا اللي عملوا ببايا معايا يا ابن نشي ما فعله ما يحقا فيه تبعا ما يحقا جديد في غلوصيستر زي كسل في قلعة غلوصيستر غرنل وريغن وغنريل الله تكتملو مع بعض إدمند وڭهالي كانت تأتي والخدم داخلو كمان غرنل بيقولي باه غنريل يبعث رسالة لجوزك بعد إذنك ووري جواب ده الجيش الفرنسي وصل لإنجلترا للخدم بتوعب يقولوا ميه هاتو الخاين دوروا عليه في إنجلس سيستر الخاين هاتو لي قولي سيستر أرسته ريجان بتقول يالله أبوض عليه الخدم ميشي الخدم طالعوا بقى يدوروا على جول سيستر عشان يبوضوا عليه وهو راجل بريء لا له في اتهام ولا حاجة سيبهولي على إدماند أقعد مع جونريل بعد إذنك يجب أن أنت ما تشوفش اللي أنا هعمله مع السلامة على إدماند مع السلامة جونريل يالله يا إدماند مع السلامة اللي بقيت خلاص بقيت الدوك بدل من والدك شوفوا له دي المعافن خد اللقب من أبوه وفرحان إن الراجل راح يعاقب والده ممكن يموته عيال زبالة عاقة زي عيال كتير والله العظيم في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده تعوق والديها ده دمش بيعاقب ده بيتسبب في مقتله وتسبب في تشريد أخو أسوالد ذا ديوك فقلو سيستر حس تيكنه ما ويساه وبيسأل باب لما يمشي بيقول أسوالد رد أسوالد ذا ديوك فقلو سيستر حس تيكنه ما ويساه خدوا أباشا ومشي بي والعدد دور طبعا 35 خمسة وتلاتين من الجنود 35 راحوا معاه they are going together where they say they have some powerful friends وهناك هيجدوا بعض الأصدقاء المساعدين لهم جارنل بيقول get horses for Regan هاتو الحصينا الريجان goodbye Edmund سلام يا Edmund جارنل exists with Edmund and the assault كلو دا ميشي go on to find that traitor هاتي لو traitor المخ إيه مخلص إيه الخاين جلو سيستر bring him to us like a thief bring him to us like a thief هاتواوا لي زي الحرامي بالضبط عملوا معاملة المجرمين الحرامي عشان انتاكم زي يخني ويساعد المالك دا انتا الخاين يا معفل go on find that traitor جلو سيستر bring him to us like a thief بيقول لي بقى I can't kill جلو سيستر مش هقدر أقتله because I don't have the authority لاني ما عنديش السلطة لده but I can't punish him بس انا عقبه تمام؟ عقبه and although people won't like this ورغم ان الناس مش هيعجبها الكلام دا they can't stop us مش هيقدر يوقفونا جلو سيستر انترز brought in by two or three men جلو سيستر جايبينه ومداخل مع اتنين او تلاتة طبعا مأييدينه زي ما انتا شايف كده who is the مين اللي هناك دا is that the traitor جلو سيستر دا الخاين جلو سيستر هتو هتو شايف المشهد مأييدينه ازاي هتو لي يا دا regan it's him it's him هو طبعا Garnel make him kneel in front of me دعوه يركع أمامي انزل على رجليك kneel let him kneel to me دعوه يركع أمامي make him kneel in front of me الراجل مستغرب بيقولي بقى what are you doing? good friends good friends you are in my house انتو في بيتي عزين مني don't do that Garnel will make him kneel I said قلتلكم خليه يركع قدامي the servants make him kneel قعد هنا قدام الملك مش قدام الملك قدامه هنا دلوقتي قدام جونرل يلا اركع له Regan you cruel man بتهزق الراجل بتقوله يا cruel يا قاسي you have deceived your son Edmund انت خدعت ابنك Edmund شوف الخينة الخينة المعفنة بتقول للرجل الكويس انت خونت ابنك وايه ابنه اصلا معفنه Edmund ده هو الخينة اصلا فبقول لها بقول لك ايه ده انت اخر واحدة تتكلمي عن الخيانة والرضى والقناعة والوفاء ما تسكوتي جل سستر بقول لها you my lady are the one who is cruel not me انت يا سيدتي اللي قاسية مش انا انت اللي رميت انت واختك ابوكو في الشارع مش انا الخاين انت اللي خاينة you cruel man you have deceived your son Edmund you my lady are the one who is cruel not me Reagan بتقول لها you are a traitor انت خاين good sister cruel lady سيدتي قاسية what are you saying بتقول لها ايه what letters have you recently received from france gonerald يقول له ايه ايه بقى الخطابات اللي قاتلك من فرنسا ديها بقى اشياء يا خاين Reagan بتقول دخل برضو يقول له give us your answer we know the truth قول لنا اجابتك احنا عارفين الحقيقة يا خاين gornelba and what have you planned with the traitors وخططت ايه مع الخاونة التانيين who have recently arrived اللي وصلوا حديثا او مؤخرا the kingdom المملكة Reagan بتقول who have you sent is a mad king too وبعدت الملك المجنون فين الملك المجنون دبوها بتقوله وبعدت الملك المجنون فين هربتوا فين تلاص everything قول لنا كل حاجة قولي سستر قال لها listen i got a letter that explained what is happening انا اللي قالي جواب بيقولي اللي بيحصل بس it came from someone كان جاي من شخص who is neither a friend nor an enemy جاي لي من شخص neither او neither انو تنصح a friend nor an enemy هو جاي neither nor وده جرامل هتاخده السنة الجاية فيون التسعة طبعا neither nor لهذا ولا ذاك لهو صديق ولهو عدو بتتيموني بالخيانة ليه انا مش خاين شايف السف اوعة اوعة ها ما السلة بلا الواء غانريل ذات سكليفا غانريل بيقولي ذات سكليفا حاجة حلو واوي ريغان ڤان تروا ومش حقيقي اكذب اكذب قالف قالف غانريل بيقولها where have you sent is a king بيقولو بعت الملك فيني اللي قولو سستر ريجان بطل 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 خليه يرد الأول بطل 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 فدل من العذاب والأغرف اللي انتم عايشينه فيه So cruel to him. You will never see that. جنرال بيقول له مش هتشوف ده ولا هيحصل. وأما طلع السيف بتاعه وقال له يبقى Come! Fight me! Come! Fight me! تعاله ليه. جلو سيستر ترايز توفايت. هيحاول يتخاني معاه. ولكن جنرال يتخاني معه. داربه فوشه بالسيف. يقول له سيستر. Oh! Help me! My eyes! My eyes! My eyes! My eyes! My eyes! عيني! My eyes! My eyes! My eyes! My eyes! My eyes! Oh! صرف أن تبقى الخادم بيقولي Stop my lord! Stop now! رحمة يعني حرام عليك اللي بتعمله فيه. جنرال؟ بيقول له ايه. Stop! Never! You can fight me too! انت يا خادم بتدفع عن الخين؟ لا طبعا مش اسيبه ومش ارحمه. انت كمان خش معاه هلا تعالا حورك انت كمان. وبيقول لك دخلها وبيقول له You can fight me too! Very well! Come on! تعالا! They fight and the servant badly won this general. والخادم بقى أصاب جنرال. اللي هو جزدي يجن طبعا فريجين قالتي To a soldier. Give me your sword A servant will not find my husband Like this خادم يخش على جوزي ويعوره ويصيبه زي كده يصيبه ليه Won't stand for it She takes a sword And kills the servant خدت صيف وقتلت الخادم Yeah! بتدفع عن جوزها Regan to the soldier. Give me your sword. A servant will not fight my husband like this. Won't stand for it. وعمت بقى أصاب جنرال. الخادم بيقول Oh! I'm going to die! I'm going to die! ومات الخادم Oh no! I'm going to die! قوله سيستر بيقولي بقى Everything is black now! قولي شيء سود يا جماعة I can't see I'm safe I can't see Oh! Everything is dark now! I can't see Where is my son Edmund? Where is my son Edmund? You must take revenge for this terrible thing! يا ابن يا Edmund تعال انتقم منهم دمروا عين ابوك! ده هو أصلا السبب في ضمار عينك أيها المالك! يا لا! مش المالك! أيها مين ده مين! جلو سيستر! يا ديوك جلو سيستر أيها الدوك! ده ابنك اللي تسبب في عماك! أبنك اللي تسبب في عماك! الآن تستر! انا لا يمكنني أن أرى! أين هو ابن يا فن؟ أبنك! يا خد البطاري يجب أن تأخذ رفنج على هذه الأشياء شوف ريجان بتقوله لا تصدق لأبنك يا إدموند هو يحبك يا إدموند قلتنا بأنك تتعلمنا لا يساعدك ما تقولش عليه ابنك ابنك خلاص بيكراك ابنك ما بيحبكش إدموند قالنا لأنت اللي خنته he will not help you مش هيساعدك قلو سيستر اوه انا كنت سيستر لقد كنت شديد الغباء إدجار is the one I should trust ابني إدجار اللي ظلمته هو اللي مفروض كنت سيكفي not إدموند شوف ريجان بتقوله بقى throw him out of the balance throw him out of the balance and let him find his way to Dover وخليه يروح يلاقي طريقه بره بقى يروح Dover هو أعمى كده خلاص أصبح أعمى two servants help is a now blind glosista from the stage ساعدو بعدو بقى كده شخلو خلاص خلاص اعيد لك الجزء ده ريجان بتقول ايه بتقول throw him out of the balance ارمو بارا and let him find his way to Dover وطبعا two servants help is a now blind glosista خدو بقى جلو ساستر اتعامى خلاص from the stage give me your arm give me your arm I am hurt I have been hurt I have been hurt oh I have been hurt look at all this blood oh look at this blood give me your arm give me your arm give me your arm خلص الشبط خلص خلص I have been hurt I have been hurt yeah اللوكيشن باس I have been hurt I have been hurt man I have been hurt طبعا الملخص عندك هو برضو في الكتاب بيقولك ادمون شوزا لتر طبعا انا مسلته لك ادمون شوزا لتر بيوري خطاب للجنرال اللوه طبعا زي ما انتعارفش طبعا نوى جوز ريجن ريفيلين بيقدتهم والده وبيكشف عن والده جلوسيستر is a spy بيقدت يا سبحان الله يعني بيعمل دا عليه يعني and he writes to the king of France واني بيساعد ملك فرنسا ادمون دي بروميس is to be loyal to gongrel التاني بيوعيده بقى ان يبقى مخلص له عشان ياخد مكان ابو جلوسيستر asks كينت to help king lear and they take him to dover زي ما مثلتلك gongrel orders his guards to arrest gongrel and force him to kneel وبيكبره النوع يركع قدامه gongrel claims he sent the letter to someone neither friend nor an enemy and admits he directed the king to dover gongrel takes out his sword hitting gongrel سيستر the face making him blind عمر راجل يعني وعوره a servant asks gongrel to stop قال له بطل بقى ارحم شوية but gongrel doesn't so a fight between the servant and the gongrel occurs حدثة الخناءة وجلوس المعركة gongrel sister asks about his son idmond for revenge بيطلب ابنه بقى يجي يساعده عشان ينتقم but regan informes him بيطوله ابنك اصلا بيكرهك abandoned him وهجرك كمان abandoned يعني يعني يهجر and want help him ومش هيساعدك gongrel sister confesses his soul foolishness بيعترف بحمقته as he should have trusted his brother's son كان مفترض ان هو كان the other son كان وصق فيه ابنه التاني اللي هو ايدجار ابنه ايدموند اللي هو ظلم وبقى ايدجار ده ظلم ايدجار وسمع الكلام ايدموند regan orders to throw gongrel sister بتأمر ان هي وما يرمو gongrel sister out of the palace and the help is the injured general ويساعد الراجل اللي تصاب اللي هو انا مثل تلك gongrel انه تصاب طبعا في عندك اسئلة بقى انا دي هسيبك تقراها بس ارى لك سؤالين منهم كده على السريع بقولك if the letter is true لو الخطاب ده حقيقي you have to work to stop him لازما تعامل تحاول توقفه what does this words الكلمات ده ايه تظهر ايف شخصية ايدمون معفن بقوله gongrel خلي بالك خلي بالك لو الخطاب ده صح حاول توقفه هو بيرمي ان عناخيانة ايه والده فده انسان معفن these words shows that he is a valiant valiant يعني وغد he encourages gongrel to arrest his father and to seek revenge against him يعني بيرمي الكلام على والده عشان ينتقم منه وياخد مكانه oh i wish he weren't guilty ياريتو مش مزنب it's very difficult for me to discover this terrible truth صعب علي يكتشف الحقيقة دي ايدموند was not sincere while saying these words ما كانش مخلص ولا كان صح في الكلام ده صح اه طبعا صح لان والده ما كانش خاين yes i agree ايدموند wouldn't be sad if his father was found guilty ما كانش يبقى مدائي لو بوطي اللي عمو جرم بالعكس on the contrary التعبير ده مهم جدا على العكس he would be happy ده هيفرح جدا ايدموند بلوت against his father was successful illustri تشرح مؤامرة ايدموند ضد والده نكحت طبعا ايدموند شود a letter to gongrel that proved his father was a spygasus وبنان عليه ويساعد ملك فرنسا بعد كده عقبه وايه زي ما قلت لك عما the poor king his children have done to him what my father has done to me الملك الغلبان ولاده عمله معا الولدي عمله معا where edgar's word is true هل كانت اجابته صحيحة اه طبعا الكلام ده كان صح لان ولاد الملك بناته جانر الوريجان كانوا قصين مع والدهم زي ما كان جلو سيستر والده برضو عمل معاه وسدق ايدموند يعيني واتهم ايدجار بالخنيانة جلو سيستر beat the price for his foolishness and the naivety جلو سيستر دفع تمن حمقته وسزكته جلو سيستر was easily deceived by ايدموند's blood فعلا خدع بالمؤمرة اللي عملها ايدموند عليه so he was punished by his goneril وبقى blind كفيف in what way were king lear and the gulio سيستر similar الى اي مدى واي شكل كان جلو سيستر متشابه مع الملك لير both of them were deceived الاتنين اتخدعوا by their own children both of them hurt their sincere ones خدعهم احباءهم ريجان اكيوز the gulio sister of deceiving his son ايدموند ريجان اتهمت gulio سيستر بخدع ابنه هل ده كان حقيقي لا طبعا ده ما كانش حقيقي ده بالعكس on the contrary ده ايدموند اللي خدع والده وبلوتت ودي امر عليه خلي بالكو بلوت مؤمرة او يتآمر why do you think ريجان described gulio سيستر as a traitor ليه وصفيته كخائن I think because he looked after the king لانه كان بيعتنب الملك and sent him to be away from his cruel daughter ده مش خيانة بالعكس ده راجل بصراحة where is my son ايدموند you must take revenge for this terrible thing what do this word show about gulio سيستر بيقول فين ابني ابني يجي يساعدني وينتقم لي الكلام ده يبين انه نييف سازج and the foolish who was still deceived by his son ايدموند كان فاكر ايدموند قال هيجي يساعده ده ايدموند هو السبب في عامك تخيل المعفن ده يبقى سبب في عام والده خلا يركع قدامه ده يبين لك ايه ده تصرف الطريقة المعفنة دي هو بيعمل ليه كده he wanted to humiliate him كان عايز يهينه هانت انا قلت اراه ملوك بالمرة انا عارف ان انتم مش هتقروهم اصلا لو قلت لك ارا الاسئلة مش هتقراها او اي هاف بين سو ستوبد ايدجار ازا وان هو اي شو تراست نوت ايدموند انا كنت غابي ايدجار اللاسك فيه مش ايدموند اللي خاني in your opinion what sort of character is glosister ايه رأيك في شخصيته he is unwise and hasty متعجل وغير حكيم he was easily deceived خدع بواسطة ابن ايدموند وهو الاسف اللي كان ضحية نفسه لانه صدق and believed that ايدجار was cruel وصدق ايدجار الوافه المحترم انه كان ايه مش كويس معاه in king clear foolish decisions والده مهم في مصرحية الملك لير القرارات الحمقاء الغبية قدت لكوارث اشرح واشرح بمثالين الاولاني القراري الاولاني للملك انه وزع المملكة بتاعته وخلاه مشرد ومجنون انه ولاده خانورة مبر قرار your sister الاحمق انه يصك في ايدموند سبب انه يتعيمي ان كان ينقصه البصيرة وبعد كده فقد البصر هناك فرق بين الانسايت البصيرة والبصر البصر ان انت تشوف انسايت البصيرة قدرتك على التفكير فهو فقد البصيرة عشان كده فقد بصره يعني فقد قراره الحكيم كان بينقصه الكدرة اهو بص your sister lacked the ability to understand the truth of his evil son معرفش يفهم ببصرته خداع ابنه عشان كده he lost his sight فقد بصره وبعد كده لما gonrol hit his face with the sword ضربوا بالسيف والشو they sympathize with your sister after losing his sight by gonrol هل تتفقه تشعر بالاسع له في اجابتين yes i bid him انا صعبان علي because he was loyal to the king كان وافي للملك وحاول يساعده فجلو سيستر كان فيه جانب كويس هوا لكن الجانب التاني because he was scrolled كان اتجر كان قاصم ابنه فاستحق النتيجة دي على فكرة تعق ابنائك يعاقك ابنائك يعني هتيجي على ولادك هيعقوك في المستقبل الى السلحة السريعة انا كشة معاكو برضو بالمرة لاني عارفك ان انت مش هتجاوبه i'm sorry gonrol because this is so sad this is the letter that my father جلو سيستر told me about اعذرني يا جارنو ايه يا ابن مالك معلش الخطاب دوت يعني اللي قلتلك عليه ده ممكن يبين النبو يا خاين اه يا معفن يا قذر ايه رأيك في ايدمند معفن evil bad character زبالة if it's true or false it has made you the next duke سواء الجواب ده صح او خطأ ده خلاص انت بقيت the duke of great sister بقيت duke المدينة خلاص what does gonrol mean by this word ان خلاص يعني ايه بقى ان الاخ الباشا اللي هو ايدمند will become the duke يعني will take his fathers please هياخد مكان والده خلاص yes my lady you my lady are the one who is cruel انت يا سيدتي الست القصية المعفنة مش انا to what extent was good sister right when he said these words he was completely right كان صح تماما لانها طبعا كانت قصية مع والدها وبتلوم good sister وبتقول انت كنت مش كويس مع ابنك ايدمند بجاد بجاد ده لا حجة انت اخر واحدة تتكلم عن الاخلاص والوفاء ده انت بتهزق ابوك وترطيه ورميتيه بره في الشارع يا زبالة اثبت المشخصية سيئة do you agree ايو اي سي اجري لانه هي ميد الراجل خلى قلو سيستر blind كفيف ايدمند اثبت ولااء الجونرل not to his father what does this show about his character معفن لسه آيل bad evil معفن قذر قلو سيستر was foolish to believe ايدمند قلو سيستر كان احمق انه يصدق ايدمند and hate ايدجار ويكره ابنه ويكره ايه ايدجار التاني اه ايوه طالعا هاشرح بقى هقول ان ايدمند بليد اترك لعب الخدعة بتاعة الليتر to make جلو سيستر believe that ايدجار was a a traitor انه خاين وصدق ده ايدمند بيقولي بقى I wish he weren't guilty اتمنى ما يكونش مزنب do you think that he's really wished his father to be found innocent بالله عليك هو كان من جواه عايز كده لو عايز والده يطلع بريء لا طبعا لبقى لانه he wanted to take his place كان عايز ياخد مكان والده he wanted to take his place كان عايز ياخد وكان والده his father's a place I will continue to show you I will continue to show you my loyalty even though it hurts me to do this to my father بيقول لجونرال انا هبقى امين معاك رغم انه هيقلي موالدي what do you think ايدمند chose loyalty ليه كان بيظهر الولاء والاخلاص للجونرال ليه بقى to take his place احنا لسا الين to take his place عشان ياخد مكانه وظيفته لو انت جونرال هتسك في ايدمند نو طبعا لانه الراجل ده بتريد his father فليخن والده طبعا يخني كينج لير اند جولي سيستر بوص صفار دفرمزير تشلدرنز انجراتي تيود انجراتي تيود انكران بالجميع بيقول لك الملك لير وجولي سيستر الاتنين عانوا من ولادهم هتحكي بقى قصة كينج لير ان ريجن وجورديليا قصد ريجن وجونرال جورديليا غلبانة التالتة دي جونرال وريجن طبعا ايه خانوا والدهم اند بوطهم انزا ستريت رمو في الشارع اند توك زا كينج دون بالنسبة لجولي سيستر طبعا ايدمند المعفن بتريدهم خانوا زي ما انت شاي لان طبعا هزموا وقدر عليه طبعا لانه كان مع السيرفنس الخدم باي هلبينج زا سيرفنس ايدمند تولد اص ذات يو بتريد وممكن تقول ان التاني كان ايه بقى اول دمان يعني بقى الاخ جلو سيستر ده كان خلاص كان بي ايه اول دمان ايدمند تولد اص بتقول له بص ايدمند قالنا ان انت خونتو ومش هيساعدك بطل عياط اذا كنت اصدقى جلو سيستر كيف تشعر ان تشعر بطل عياط يا لا يويل فيل ساد ده انت تتضمر بتقول له انت بتستنجد بابنك ابنك اصلا بيقول عليك خاين انت خونتو اصلا ابنك throw him out of the palace ارمو بر القصر and let him find his way to dover what does this show about reagan's character evil ungrateful مكرال الجميل شريرة bad قزيرة تقولهم ارمو بر go and find that traitor هتو الخاين داقل السيستر bring him to us like a thief هتو انك ال ايه كالحرامي do you agree with gondrill that good sister was a traitor انو كان خاين no excuse me can you give me the sword please ممكن السيف دا لو سمحتي thank you okay thank you هل تعتقد هل تعتقد ان جولي سيستر كان خاين معاف ان gondrill بيقولوه ميباه go and find that traitor هتو الخاين جولي سيستر bring him to us like a thief هتولنا كالحرامي كده هتو اتعتقد with gondrill that good sister was a traitor no 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 لا طبعا good sister was not a traitor he was a true friend to the king دا بكده بيثبت انو كان true friend كان صديق وافل الملك he was not a traitor 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 he was not a traitor he was sincere كان مخلص sincere كان faithful كان مخلص to the king the king the king the king the king the king شكرا جزيلا thank you so much اراكم في اقرب وقت ان شاء الله ارجو تتفرجوا على الاكت وتشوفوا الاسئلة والتعبيرات دي والكلمات وتعرف الاحداث عشان امتحانك تعشاري فبراير وقل كده كمان عشان تفهم الاحداث اللي جاية thank you so much برشرت شكرا جزيلا شکرا جزيلا three ترجمة نانسي قنقر